كوثر بعد ساعات طويلة من الهدوء في الساعة الأخيرة هناك حدثان على جانب كبير من الأهمية في الموضوع الميداني الأول هو إطلاق صاروخين نحو بلدة المطلة الحدودية في الجانب الإسرائيلي بالطبع للحدود وإصابة أربعة مزارعين يبدو بأن جميعهم من المزارعين وفق المعلومات الأولية أربع إصابات حرجة وواحدة خطيرة حتى الآن لم نتلقى بيان الإسعاف الإسرائيلي المحدث ولكن بدأ الإعلام الإسرائيلي يتناول نبأ بأن هناك قتلى بين هؤلاء المصابين لا نعلم إذا كان هؤلاء مزارعون إسرائيليون أم أنهم من العمال الأجانب ولكن أذكر فقط بحادثة شبيهة يوم أمس حين أطلق صاروخ من لبنان نحو المطلة كان هناك إصابة خطيرة وإصابة متوسطة بين مزارع إسرائيلي ولمزارع من العمال الأجانب بالتأكيد سنتلقى هذه التحديثات ولكن لا شك بأنها ضربة مؤلمة بالنسبة لإسرائيل أو بالرؤية الإسرائيلية بعدما حدث بالأمس أيضا من إصابات في منطقة المطلة الحدودية التي منذ بداية الحرب والتصعيد في الحقيقة منذ ما قبل عام هناك الكثير من الصواريخ التي أطلقها حزب الله نحو تلك البلدة قبل تقريبا عشر دقائق من الآن صافرات إنذار واسعة في كل أنحاء الجليل كوثر ليس فقط في الجليل الأعلى نتحدث عن الجليلين الأعلى والغربي وأيضا عن وسط الجليل بمعنى ما بين الجليل الأعلى والجليل الأدنى منطقة واسعة تصل إلى نحو ثلاثين كيلو مترا عن الحدود كل هذه المنطقة من الشرق إلى الغرب وحتى عمق ثلاثين كيلو مترا كانت تحت صواريخ حزب الله قبل قليل عشرات البلدات والمدن الإسرائيلية دوت فيها صافرات الإنذار نحن من هذه المنطقة التي نقف فيها سمعنا على الأقل خمسة عشر انفجارا جزء منهم انفجارات لاعتراضات في الأجواء بالإضافة أيضا إلى سقوط صواريخ وفق الأنباء الأولية كان هناك سقوط لبعض الصواريخ في منطقة كرمئيل هناك الآن أيضا اشتعال للحرائق في منطقة كرمئيل وفق سلطة الإدفاع الإسرائيلية بالإضافة إلى إصابة مباشرة لمبنى في كرمئيل حتى الآن لا نعلم إن كان هناك إصابات بين إسرائيليين في هذه الرشقة الصاروخية ولكن الأنباء الأولية وفق الإسعاف ووفق أيضا سلطة الإدفاع الإسرائيلية الحديث عن إصابة مباشرة في كرمئيل عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة عن اشتعال الحرائق جراء هذه الصواريخ يبدو بأنها كانت رشقة صاروخية كبيرة نحو منطقة الجليل على جانب آخر إسرائيل تستمر في الإعلان عن إلقائها القبض على خليات تجسس تابعة لإيران اليوم أعلنت أو أصدر بيان من قبل الشرطة الإسرائيلية والشباك أيضا الإسرائيلي في جهود مشتركة كما قالوا بإلقاء القبض على زوج رجل وإمرأة من مدينة تألد يهوديان من أصول تعود إلى مناطق الاتحاد السوفيتي سابقا أي أنهم جاءوا إلى إسرائيل ضمن الهجرات اليهودية خلال السنوات الأخيرة أو العقود الأخيرة واتهموا أو مشتبه بهم حتى الآن لم يقدم ضدهم لائحة اتهام مشتبه بهم بأنهم يشكلون شبكة تجاسوسية بتوجيه من إيران كان قل طلب منهم وفق أيضا مصادر إعلامية وليس فقط وفق مصادر الشرطة هناك معلومات جديدة بأنه طلب منهم تعقب واحدة من الأكاديميات التي تعمل في مركز الأبحاث القومي في تل أبيب وهو أشهر مركز أبحاث في موضوع الأمن القومي في إسرائيل بالإضافة إلى تصوير منشآت بعضها منشآت حيوية مثل كهرباء وماء وأيضا منشآت عسكرية ومنشآت استراتيجية إسرائيلية لإرسال هذه الصور إلى إيران هذا وفق مزاعم الشرطة وفق ما جاء في البيان ولكن ما الخطورة في هذا الأمر هي ليست فقط يعني هذا البيان أو شبكة الجاسوسية هذه هذه السادس قضية تعلن عنها إسرائيل منذ شهر ونصف هذا يعني بأن هذه الدولة الدولة العبرية التي كان فيها أقل أعداد جواسيس إذا ما قررناها في دول أخرى يبدو بأن التفكك بدأ يضرب هذا المجتمع ونرى بأن هناك الكثير ليس نحن لا نتحدث الآن عن عرب فلسطينيين بل عن يهود مواطنين من اليهود الاشتباه بهم بأنهم يشكلون شبكة جاسوسية بإعاز من إيران ويقومون بالتصوير منشآت وفق طلب إيران هكذا على الأقل وفق المزاعم الإسرائيلية اليوم النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد مواطن يهودي من منطقة ابن براك متهمة إياه بأنه كان يتعقب عالم ذرة إسرائيلي وأنه طلب منه بإعاز من إيران بأن يغتال هذا العالم الإسرائيلي عالم في مجال الذرة يعني هناك جانبان لهذا الموضوع الجانب الأول وهو الجانب الإسرائيلي الداخلي ماذا يعني هذا عن المجتمع الإسرائيلي الذي لم تكن فيه منتشر قضايا الجاسوسية والآن نرى بسهولة يعني إيران يمكنها تجنيد مواطنين ولكن مرة أخرى نتحدث عن مواطنين يهود وليسوا من الفلسطينيين العرب والجانب الآخر هو نجاح إيران في اختراق المجتمع الإسرائيلي قبل قليل الشباك على موقعه في إنستغرام كان قد نشر كأنه كتيب إرشاد محوسب على المنصات الرقمية يحذر فيه الإسرائيليين من أن لا يتلقوا تعليمات من مثلا مصادر مجهولة من أرقام مجهولة وأن لا يتعاونوا مع أي طلبات تصلهم من الخارج من جهة لا يعرفونها والغريب في الأمر أن المبالغ وفق بيانات الشرطة الإسرائيلية المبالغ المعروضة على هؤلاء الإسرائيليين لتنفيذ هذه الأوامر هي ليست بمبالغ كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر